اتنين النفط الأمريكي قصة الخزان الكبير سنة 1973 حرب أكتوبر المجيدة السعودية، الإمارات، الكويت، كل الأشقاء العرب منعوا البترول من الدول المؤيدة لإسرائيل في إطار دعمنا في حرب 6 أكتوبر العظيمة ده أدى لارتفاع أسعار البترول إنما كمان نبه الغرب إن ممكن البترول ما يوصلش يبقى فيه أزمة طاقة في أوروبا وأمريكا لما جاء الرئيس الأمريكي جيرالد فورد بعد كده على هذه الأزمة قال طبعا من حسابي يعمل حسابه إزاي عمل خزان بترول هذا الخزان خزان البترول اللي عمله الرئيس الأمريكي فورد كان هدف هذا الخزان إن يكون فيه بترول موجود لمدة طويلة جدا أشعر لو حصل أي أزمة يبقى عنده لمدة شهور كهوف من الملح لأن الملح المادة الأساسية اللي ممكن تحفظ فيها النفط الخام كمان ما يقديش إلى تدهور أو تلوث البيئة دلوقتي هذا الخزان الكبير اللي فيه بترول احتياطي لو حصل أي حاجة 700 مليون برميل موجود تحت الأرض في مكان يخضع للرئيس الأمريكي يعني محدش يسحب منه لتر بترول إلا بإذن مباشر من الرئيس الأمريكي والبيت الأبيض وحصل سات 91 رئيس بوش الأب سحب منه شوية حصل كلينتوسات 2000 سحب شوية بعد كده بوش الأبن سحب وحتى رئيس باراك أوباما 2011 سحب جزء من هذا الخزان الكبير فكرة الخزان بطرق الضوء على الإدارة الاستراتيجية للطوارئ لما يكون بلد بحجم وزن أمريكا ممكن تواجه بقطع إمدادات البترول من الخارج قبل بقى الجهاز الصخري وهذه الثورة اللي موجودة في أمريكا في موضوع الطاقة يبقى لازم الدولة الكبيرة تستعد إن لو خطوط الإمدادات دي توقفت مراكب ما وصلتش حرب اشتعلت المنطقة لم تصدر أي حاجة زي كده يبقى عنده لمدة 100 أو 200 يوم احتياطي في هذا الخزان لغاية ما يستعد لإدارة هذه الأزمة نموذج جيد في إدارة الأزمة